التحالف العربي يعلن إطلاق عملية إغاثية شاملة في اليمن هذه العملية جاءت بالتزامن مع الوضع الاقتصادي والإنساني المهتدهور في اليمن وتبدو هذه الخطة استجابة متأخرة للحالة الإنسانية في اليمن المتفاقمة منذ سنوات وفقا للبيان الختامي لوزراء خارجية دول التحالف العربي فإن إجراءات جديدة لضمان وصول المساعدات عبر إطلاق ما أسموها عملية إنسانية شاملة تتضمن عدة مبادرات منها تخصيص 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية العملية بدأت بتدشين جسر جوي إلى مأرب للأعمال الإغاثية العاجلة وصلت العديد من الشحنات عبر الطائرات كما تم إعلان فتح معبر الخضراء على الحدود السعودية اليمنية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتجهيز 17 ممرا بريا آمنا وستة مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات العملية الإغاثية تضمنت تفاصيل عديدة من بينها تمديد فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما وزيادة عدد مفتشي الأمم المتحدة إلى 10 موظفين بعد أن كانوا أربعة في إشارة إلى توسيع دخول المساعدات على صعيد الأرقام تم الحديث عن مليار ونصف مليار دولار تم تخصيصها للإغاثة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها لجميع المناطق في البلاد في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص المناطق التي تعيش مجاعة قاسية الجهات الدبلوماسية في دول التحالف تشير لأن الإسناد لليمن لن يقتصر على الإسناد المالي في إشارة إلى أن ثمت عملية إسناد واسعة ستشهدها اليمن وفقا لتصريحات الجهات السياسية والدبلوماسية ويبقى التساؤل المهم عن إمكانية وصول المساعدات الإغاثية لمناطق مثل البيضاء وتعز وإب والساحل الغربي وكيف بإمكانها الوصول من مأرب إلى تلك المناطق عبر الطرق المسيطر عليها من قبل مليشي الحوثي التي اعتادت على نهب الإغاثة